طب حررتك قلت ننظف الكبد نصطلح ده يعني أنا أخدته من حررتك يعني إيه المقبوط ديه ونتم تنظيفه إزاي؟ ننظف كبدنا بإن إحنا نديله دايما غزى سليم غزى متوازن غزى نظيف سليم متوازن نظيف تعالي ناخد من كلمة غزاء نظيف ما تحدفش على كبدك كميات من البكتيريا والملوسات الكتيرة جداً اللي ترهقه لأن الكبد ده بيجمع جواه أكبر جهاز جمع مخلفات في الجسم مادة اسمها الجلوتسيون هذه المادة هي اللي بتاخد كل المخلفات اللي طلعة من الجسم وبتعيد تدويرها جزء منها لمواد مفيدة ترجع الجسم والجزء الآخر يتم حرقه وإخراجه براء الجسم يبقى لازم تساعد المصنع ده تساعده إزاي؟ أنت ما تلقيش عليه بالكثير من الفضلات التلتين أكلي بروتين نباتي والتلت بروتين حيواني ومن البروتين الحيواني أحاول بقدر الإمكان أننا نبعد عن البروتين الحيواني اللي معاه دهون مشبعة يعني دايماً بضرب المثل بإيه؟ باللحوم الحامرة البتيلو، الضاني، الكندوز، الحمام، البط، الوز، الكبد، الكلوي كل هذه اللحوم وإن ظهرت لحضرتك إن هي ما فيهاش دهن لإحنا دايماً ببص للدهن على إنه الحاجة البيضة اللي في اللحمة البيضة اللي احنا شايفينها بعنينا آه، لا، فيه دهون خفية موجودة في هذه اللحوم وفيه دهون مشبعة والدهون المشبعة دي عبء على الكبد تمام؟ لكن كل ما أبقى أنا ميال أكتر للحوم البيضاء زي الأرانب، زي الفراخ، زي الأسماك، تمام؟ وكل ما أقلل من كميات الزيوت والمقليات لأن دي كميات من الدهون كل ما أقلل العبء بتاعي على الكبد نعم، قبل ما ننتقل لنقطة أكتر يا دكتر إحنا بنتكلم عن البروتينات فيه ناس بتحب تأكل بعض البروتينات نية يعني فيه ناس تقول لك إيه؟ الكبدة مثلاً دي هالفي جداً أنك تأكلها نية وإن دي مفيدة جداً وحديد رهيب ويقوي الجسم خارتك بتضحك في حاجة يعني أنا بالنسبة لي حاجة مقرفة جداً بس فيه ناس بتعملها بنية أن دي صحة هل أكل اللحوم الني ده يعني ده مضر قوي ولا بالعكس فيه صحة زي ما هم بيقولوا البناء آدم ما خلقش عشان يأكل اللحم نايم أصلاً هتحاول كارنيفور بالزبط هيبقى كارنيفور يعني زي مصصين الدم الكبدة بالذات من اللحوم السريعة الفساد لأن الكبد سواء في البناء آدم أو في الدبيحة أو حاجة كده أعلى درجات حرارة عضو في الجسم سوخني جداً عشان كده الناس مثلاً الجزارين لما يطلع الكبدة يقولك خزنها بسرعة أو دخلها التلاجة بسرعة عشان بتفسد بسرعة تمام؟ فما ينفعش أكلها كمان ناية لأن الطهي بتاع الكبدة بيخلصها من جزء كبير من السموم والحاجات الضرة يقولك ناصر عليها لامون ما يكفيش طب والدودة الكبدية اللي ممكن تكون تتنقلك طب والسموم العالية جداً اللي ممكن تسممك فعادة أكل الكبدة ناية أو اللحوم يقولك ميديم في التسويتها حتى يبقى دمها طالع كده دمها باين كلمة ميديم وال دايماً بيرجعوا فيها للغرب عشان الشواء يعني ميديم وال دي يعني خلاص ما بقاش فيها دم بس الميديم اللي قبل الوال دي بتبقى فيها دم إذا كان مصدر اللحوم موسوق منه 100% ممكن تاكله ميديم مفيش مشكلة ويبقى فيه دم طالع منه لو موسوق منه 100% أنه نظيف 100% وده ناس قطية 100% بالزبط حتة اللي هو بلاش نشوي اللحمة زيادة عن الزوم المبالغة في الشواء خاصة الشواء على الفحم مش الشواء على الجريلات الكهرباء يعني لما باشوا على الفحم ده خطر على فكرة لكن كلنا بناكله وكلنا بنحبه لكن ما نصرفش في الشواء على الفحم ليه؟ لأن الفحم ده فيه مادة كربونية هيدروكربون مادة الكربون لما بتختلط مع اللحم في مادة النايترايت في اللحم بتتحول إلى مواد النايتروزامينز وده طبعا كوترأ أكلها بتصارت النلمحت نعم ربنا حقا بنا رب حقا بشكور ترجمة نانسي قنقر